مرحبا و اهلا و سهلا فيكم بقناتي اكلات حسناء السورية و بتشرف فيكم من وين ما كنتوا عبت تابعوني و ان شاء الله بتكونوا بصحة و خير و سعادة يا رب و فيديو اليوم حبيت شارككم تخزين اليبرق يعني كبس اليبرق بالاطراميزات متل ايام امي و امكن و قد كانوا مقديم الزمان كانوا يكبسوا بهي الطريقة و هي الطريقة كتير كويسة و ناجحة 100% حتى الي ما عنده فريزة بقدري يكبس بهاي الطريقة و هي متل ما شايفين اليبرق لونه اصفر و كتير حلو خليته اربعة ايام بالماء و هلا ده افرجيكم اليبرق مرحلة مرحلة حتى اول ما نشتريه نشتريه اول شي بننتبه انه يكون هيك لونه خضاره كويس و بنمسك الورقة هيك منجعل كاذا تشق شقيت معناتها الورقة قاصية و زا هيك يضل الطريقة و ما تشق شقيت متل ما شايفين هاي شون هيك جعلكت و ما تشق شقيت معناتها هيك كتير كويس اليبرق انتو هيك هيك بتختبروا اليبرق اذا كان كويس اول ما بتشتروا و حاولوا كمان اول ما بيجي الموسم تشتروا اليبرق لانه بكون اول ما بيجي الموسم بكون هو هيك كتير طريق و كتير كويس شايفين خضاره كتير حلو و هون عندي ثلاث كيليات يبرق و فيه طشت تاني كمان طبقتو كيلياتو من هالطريقة و زا بتكون تقصوا العودان بصير تقصوا وانا على كيف كان شون انتو بتحبوه وانسيت اقلكن انو اليبرق خسلته و صفيتو و هلا بعد ما طبقت اليبرق منتقل لمرحلة المي انا هون حطيت لترين ونص مي هالترين ونص ده حط له كوبين ملح سخري خالي من اليودا ده خصوصي للمخللات والكبس يعني وساعة الكوب اللي استعملته هو 250 مل و هلا ده حرك الملح لحتى يدوب بس ده بالملح منعير عيار البيضة هاي العيار كتير كويس تحطوا البيضة بس فاشت البيضة لفوق و بيانت منه دوارة قد الليرة معنات عيارة كتير كويس يعني هيك كانت امي و امكن من زمان قدين الزمان كانوا هيك يختبروا الملح بطريقة البيضة و حطيت له معلقة الطعام سكر و معلقة الطعام ملح الليمون و السكر هو فيه مادة حافظة يعني انا بحط السكر لاني فيه مادة حافظة بحفظه اكتر و لمح الليمون بحطه لاني مشان يعطي الورقة لهيك صفار و تطلع لونه كتير حلو و انتو زبتكن تستغنوا تحطوا بس ملح على كيف كون كمان بصير بس هبت حطوان احسن و حطيت المي على الغاز اللي حتى غلت هي غلت طفيتها و كتيتها على الورق و متل ما شايفين بهاي الطريقة بكبسهم هيك بس حسيتهم دبلوا بحط فوقهم كمان و هلأ متل ما شايفين عندي هاي طقلة المحشي الفخار حطيتها كمان فوق اليبرق لحتى ينزل اليبرق لتحت و ما انو هيك يكون ما عليه مي كل اياتو يكون عليه ميت الملح حتى يدبل و هاي كمان الوجبة التانية كمان سخنت مي رجعت حطيت مي تانية كمان و ملح وضبطت عياره كمان و حطيته لليبرق الوجبة التانية كمان و انتو عا بتكدتوا الماء ينتبهوا لا تضطررشوا لاني تكون سخنة مش متل ما شايفين انا شوي شوي عا بكت وبكبسهم هيك بالمعلقة لحتى كلها ياتو يتعبوا ميت الملح و هلأ عندي هون التقلة صحون ده ده حط اللم ازا عندكم تقلة تانية بتحطوا ما في حطوا صحون كمان حطيت تلات تصحون لحتى يصير هيك تقل و هلأ رح غطيها نبصينية و ما بصير يكون مكشوفين مشان ما يطير عليهم شعر او شي غطوهم صينية تركوهم لمدة اربعة تيام او اذا بدكم تخلوهم تلات تيام كمان بصير بس انا شوي كنت مرضانة فتركتهم نهار زيادة ما بأسر متل ما شايفين طالعتهم مشايفينش قد لونهم هيك اصفر و كتير حلو وهيك عبل معو عنجه ده هي الطريقة كتير كويسة هلأ ازا انتوا بتكون مسلا تحطوهم بالفريزة كمان بصير متل هاي الطريقة نفسة بتصفوهم من المي خلوهم يصفوا بمصفين من المي بعدين تعبوهم بكياس و بتقيموهم بالفريزة كمان بصير ازا بتكون تحطوهم بالفريزة وهلأ ده حطهم بالأطرميز هاد الأطرميز نضيف حتى انا اشتريته جديد يعني ما هو مستعمل من قبل ايه وخسلته وخليته يصفن وهلأ عبطبق فيه اليبرأ متل ما شايفت بمسك الكف اليبرأ و بتنيه هيك شوي بعصره شوي من المي لحتى يتعبى الأطرميز كلياته و هلأ متل ما شايفين هاي اخر كف حطيته تعبى كلياته بأطرميز شايفين شلون ما رح ملي كتير هيك كويس هلأ متل ما شايفين عندي هاي النيلونة بحطة للأطرميزات اليبرأ عطول او للمخللات ازابتكن انتو تستعملوا عود الخشب كمان متل ما شايفين هذا التبع الشوي او عودان الخافض لسان كمان بصير تكسروهم بالنص هيك كسرتهم انا شوي مو بالنص متل ما شايفين حطيتهم هيك على شكل هيكي متل ضرب بتحطوهم مشان ما يرتفع اليبرأ لفو وتنقص المي منه وبعدين يسود هيك هي احسن ازابتكن هاي الطريقة ازاب ما بتكن في عواد هادول كمان الشوي بصير كمان او حطوا النيلونة متل انا لده حطة النيلونة هاي متوفرة يعني بكل المحلات ازابا توفرت عندكن عواد الخشب هلأ ده حط انا هاي النيلونة كتير كويسة وعن جد يعني منصحكم ازاب فيه موجود عندكن جيبوه افضل بحطها حتى للمخللات مشان ما يرتفع اليبرأ وهيك هيك بكبس اليبرأ لتحت والمي بتضل فوقن ما بعفين طاول بتجن بأذن الله ان شاء الله طبعا انتو بترقبوا يعني الاطراميزات لازم ترقبوهن هلأ رح عبيهم متل ما شفتوا ما مليت الاطراميز كتير خليته شوي ناقص حتى ازافار شوي ما يكب كب وحاولوا تسكروا كتير ميكن يعني حاولوا رصوه كتير لحتى يتسكر ميكن ما يدخل له هوا طاول وهلأ هاي المي اللي زادت عندي رح اخبية يعني بأطراميز احطها بأطراميز الصغير بس ازا حسيت فار ونقص بفتحه وبحط بكت مباليه برجع بأسكر عليه وهي اليبرأات اللي زادوا عندي هاي الكمية الصغيرة ازدادت حطيتها بأطراميز صغير ومتل ما شايفين عندي هاي النيلونة كمان الصغيرة رح حطها كمان واضغطون ولازم الغطاء يكون جديد ما يكون غطاء مستعمل مفتوح من قبل حتى ما يدخل له هوا طاول ومتل ما شايفين تكملت له بالماء وهيك اسكره كتير ميكن حتى ما يدخل له هوا طاول شايفين شون شكله كتير حلو وكمان حتى ازا عندكم هون اطراميزات بلور تقدروا تحطو كمان فيه مو بس البلاستيك كمان البلور بصير ومتل ما شايفين عبا مسهم من ميت الملح لحتى ما تنشف عليهم والله اطراميز اللي يبرأ لازم ينحفز بمكان عتم ما فيه يعني شمس ما تدخل له شمس يعني متل بمكان برودة مساين بالمطبخ هيك لازم ينحفز لحتى تحافظه على لونه ويطلع كتير كويس ما يتجي اشعة الشمس شايفين لونه كتير كتير حلو وهي الاطراميز الصغير كمان صار جاهز وهلأ قبل ما ينتهي الفيديو بتشكر كل شي جديد اشترك بقناتي بتشكركم كتير شوالله تعجبكم وصفاتي واهلين وسهلين فيكن نورتوني وهلأ ازا عجبكم هذا الفيديو ما تنسوني من لايك والشير ولدخل عقناتي جديد اتمنى يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس لحتى يصلوا كدش جديد انا ما نزله وسلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة